رحلة الميلاد هي في مخطط الله الأزلي ورحلة الميلاد أيضا في فكر الله ولتتميم نبوات العهد القديم لأن الله كان بيتعامل أيضا لتتميم مشيئته من خلال النبوات وتتميم الأحداث واحدة من تتميم النبوات أنه جاء المسيح إلى منطقة كفر نحوم أرض زبلون ونفتالي وهون كانت خدمة يسوع على الأرجح أكثر من سنتين كان عايش في هذا البلد وطنه الثاني وكان يخدم حول بحيرة طبرية في الجليل أيضا هذه الخدمة انتشرت إلى كل أنحاء الجليل لكن شو اللي بهمنا في الموضوع هذا أنه رسالة الميلاد طبعا مش بس كانت في فكر الله رسالة الميلاد هي رسالة النور فهذه الرسالة كانت لتتميم النبوات ترك يسوع المسيح الناصرة بسبب رفض الناصرة لشخص يسوع المسيح وجاء إلى كفر نحوم لتتميم النبوات وكانت طبعا منطقة آمنة وهادية في هذا المكان وأيضا كانت على الطريق الرئيسي على طريق فيا مارس وطبعا كان قريب من جليل الأمم وكان في مجمع مثل ما يشايفين كان بيخدم في الرب يسوع المسيح في تسبحة زكريا مكتوب ليضي على الجالسين في أرض ظلال الموت في نبوة الشعياء في الإصحاح التاسع الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور في الإصحاح الأول نشوف في بشارة لوقة تتميم لنبوة في الإصحاح الرابع نشوف أيضا تتميم لنبوة عن خدمة يسوع المسيح أنه جاء وسكن كفر نحوم ليتمم النبوة الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور طبعا بيتكلم أنه جاء إلى منطقة تسمى جليل الأمم عند البحر في أرض أو في تخوم زبلون ونفتالي هذه الأصباط أخذت أولا إلى السبيل الأشوري سنة 722 قبل الميلاد وطبعا أحضروا شعوب أخرى واختلطت من أجل هذا يسمى جليل الأمم وأيضا هذه النبوة تمت عندما جاء الملاك وبشر القديسة مريم العذراء بأجمل بشارة وافتقدها بأعظم زيارة أنها ستحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نئيل تفسير الله معنا أو تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم تتنبأ عن ولادة يسوع المسيح طبعا في إصحاح 9 من سفر إشعياء في آية 6 لأنه يولد لنا ولد ونعطبنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام